السلام عليكم تلاميذة رياض المعرفة المستوى السادس نحن الآن بسدى التصحيح التمارين التي أعطيته لكم لنص الوظيفة الكنز العظيم نقرأ النص بسم الله الأرض مصدر رزق الإنسان وقوته تتطلب العمل الدعوبة وبذل الجهد الجبار لإنتاج الخيرات هذه قصة أخوين لم تغرهم الهجرة إلى المدينة ولكن قرر خدمة الأرض التي ورثاها عن أبيهما الأكبر لقد أعطتنا الأرض بقدر ما ثعبنا الأصغر كان أبونا رحمه الله يقول دائما إن الأرض تعطيك بقدر ما تخدمها الأكبر وكنا نظنه يبالغها نحن قد تأكدنا من صدق قولته الأصغر لقد عرفنا قيمة الأرض يا أخي لذلك علينا أن نطور عملها حتى نزيد من إنتاجها الأكبر وماذا نفعل؟ الأصغر نفعل ما فعله جارنا الحاج مصطفى في أرضه الأكبر وماذا فعل؟ الأصغر لقد اشترى أرضا مهجورة يملؤها الشوك والأحجار فأنفق عليها بسخاء وبذل الجهد الكبير في استصلاحها وتنقيتها حتى صارت كأرضنا هذه بعد ذلك حفر بئرا عميقة وزودها بمحرك يرفع الماء ويدفعه عبر قنوات تمتد في أرجاء المزرعة حسب الحاجة إليه ثم اشترى محراطا عصريا سهل عليه العمل بعد ذلك شيد منزلا عصريا يشرف على المزرعة كلها وبالقرب منه بنى حضيرة كبيرة للأبقار الحلوبة الأكبر كل هذا جميل ولكن ما سنقبضه لا يكفي لإنجاز كل ذلك ليس من الضروري أن ننجز كل ذلك دفعة واحدة يمكننا أن نجعل من أرضنا هذه مزرعة رائعة بالتدريج في هذه السنة نشتري المحراثة وفي السنة القادمة نحفر البئر ونمد القنوات وفي الثالثة الأكبر نبني الحضيرة ونشتري الأبقار الأصغر ضاحكا بعد ذلك نشيد بيتا جميلا الأكبر يا لها من أحلام جميلة الأصغر بالعمل الجاد يمكننا أن نجعل من هذه الأحلام حقيقة الأكبر إذن على بركة الله نبدأ هذا العمل بعد خراءة النص نشرح المفردات عندنا الدؤوب تعني الجاد والمستمر الجبار الهائل العظيم بذل عمل بكل طاقته سخاء عطاء وكرم وجود حضير مكان يحيط به سياج تأوي إليه المشية نجيب الآن عن أسئلة هالفهم تأكد الأخوان من صدق كلام أبيهما نعم ثانيا لماذا قرر تطوير عملهما قرر تطوير عملهما لزيادة الإنتاج كيف استصلح الحاج مصطفى أرضه استصلح الحاج مصطفى أرضه حيث قام بثنقية الأرض وحفر بئر عميق زودها بمحرك يرفع الماء ومدقن وصري والبناء الحاضرة ومجموعة من الأشياء التي قام بها الحاج مصطفى إذن ما المشاريع التي اتفقها عليها الأخوان اتفق الأخوان على استصلاح الأرض كيف سيحققان ما اتفق عليه بالعمل الجاد والرغبة الأكيدة من أجل تحقيق حلمهما نعم من خلال ملاحظتكم للنص تلاحظونها بأن هناك شخصان يتحدثان أو يتبادلان الحوار هنا من خلال رؤيتنا للنص وقراءتنا للنه له نعرف بأن النص أو نستخلص بأن النص هو عبارة عن حوار صاحب النص وهو عبد الفتاح الأزرق مما أخذ هذا النص من سلسلة المسرح المدرسي ما هي الفكرة العامة للنص؟ الفكرة العامة للنص أهمية العمل جاد في تحقيق السعوبات ما هو رأيكم حول هذا النص فأنا أقترح عليكم هذا الرأي ولكم آراء أتمنى أن تتماشى ورأيي معكم من خلال فهمنا للنص يمكن القول أنه بالتعاون والعمل جاد يمكن جعل الصعب سهلا كما يمكننا أن نستخلص قيمة إجامية من النص وهي الإيمان والاقتناع التام بتحقيق هدف معين رهين بالجد والاشتهاد والعمل المتواصل وهنا نرى من يمثل هذه القيمة الإيجابية في النص فهو الأخ الأصغر الذي من بداية النص إلى نهاية النص وهو يحمس أخاه ويحفزه من أجل العمل لرفعه من الأرض وإنتاجيتها وأتمنى لكم التوفيق